قام محافظ مأرب سلطان العرادة بزيارة تفقدية لمكتب الأحوال المدنية والسجل المدني للاطلاع على التجهيزات ومستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه الإدارة والعمل بشكل عام وخلال الزيارة أكد المحافظ العرادة على ضرورة العمل بوتيرة أسرع من أجل استكمال التجهيزات في أقسام إدارة الأحوال كون دورها مرتبط بحياة المواطن العامة والخاصة لافتا إلى أهمية إلاء النازحين اهتماما خاصا حيث فقد أغلبهم وثائقه الشخصية نتيجة لممارسات الميليشيا الانقلابية وجه العرادة بشراء سيارة متنقلة يتم تجهيزها بالمعدات اللازمة للتنقل بين المعسكرات ومناطق التجمع السكاني للتخفيف من حالة الازدحام في مبنى الإدارة على أن يتم التدشين خلال الأسبوع المقبل وكان المحافظ العرادة قد استمع أثناء الزيارة التفقدية الذي استقبله خلالها كل من مدير الأمن ومدير الأحوال المدنية استمع إلى شرح مفصل من مدير الأحوال حول الأداء العام والعوائق والصعوبات والتجهيزات اللازمة وأبرزها توفير سيارة متنقلة مجهزة بالمعدات للمساهمة في تخفيف الضغط على الإدارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر